الأرض تتهيأ لأمر عظيم فاستعدوا للقاء الله جدال كبير أثاره إمام الحرم المكي توقيت التصريح تزامن مع نبوءة العالم الهولندي بزلزال الساعة يقترب فهل تخرج الغبر أثقالها وهل سيقوى الإنسان على حماية نفسه؟ توقع لإمام الحرم المكي يتزامن مع نبوءة العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس أثارت جدلا تطور إلى مخاوف لدى الملايين من متابع الشيخ والعالم فماذا ينتظر العالم خلال الأيام المقبلة؟ البداية كانت تغريدة مقتضبة لإمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدسري التغريدة المختصرة تدولتها مختلف وسائل الإعلام على نطاق واسع حيث قال فيها الشيخ الشهير يبدو أن الأرض تتهيأ لأمر عظيم لا يعلمه إلا الله تزايد الغموض بعد التحذير الصادر من الشيخ الدسري فالرجل لم يحدد طبيعة ذلك الأمر العظيم وتوجه بالنصيحة إلى ملايين من متابعيه بأن يستعد للقاء الله تعالى وإلى هنا توقف الشيخ عن تفسير رأيه لكنه ترق الجميع في حيرة من أمرهم فما السبب؟ روايتان في أسبوع واحد عن توقعات بشأن حدث عظيم من شخصيتين شهيرتين من الطبيعي أن تثيران خوفاً حول العالم فها هي توقعات الشيخ تتسق مع توقعات العالم الهولندية فرانك هوغربيتس صحيح أن كلاهما الشيخ والعالم لم يعطي تفاصيل دقيقة عن توقعاته لكن الإجماع أن حدثاً عظيماً ينتظر العالم فهل ستخرج الأرض أثقالها وتزلزل زلزالها؟ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يستند إلى نظرية حول هندسة الكواكب التي تؤثر على مصاري الأرض وتوازنها واتزانها وسبق له أن طرح أسماء دول في منطقات الشرق الأوسط قال إنها بصدد التأثري بزلزال عظيم وألمح وقتها إلى مصر وسوريا وتركيا العالم الآن يحبس أنفاسه بين فرانك الذي يتحدث عن زلزال عظيم سيحدث خلال الأيام المقبلة وحدث أشد فداحة يتطلب الاستعداد لنهاية صعبة الخريطة التي حمل فرانك هذه المرة تتعلق باحتمال حدوث نشاط زلزالي كبير خلال شهر يونيو الحالي قبل شهر من قيام فرانك بنشر خريطته استبقها الرجل بتحذير شديد اللهجة إلى وسائل الإعلام على مستوى العالم أنظر فيه الجميع بأن ما يتم نشره حول توقعاته مجرد هراء وكان يقصد عالم الزلازل أو راصد زلزال الهولندية كما يسميه البعض أنه ليس من حق أحد أن يبطل نظريته العلمية حول حدوث الزلزال فرانك عرض قوائم الدول التي ستكون على موعد من زلزال عظيم بقوة سبع درجات على مقياس رختر وهي تركيا وسوريا ولبنان واستند في ذلك التوقع إلى أن هذه الدول هي جزء رئيسي من منطقة محفوفة بالمخاطر وهي منطقة شرق إفريقيا التي تتجاهلها توقعات الزلازل العلماء المعنيون بالبحث الفلكية لزالوا على موقفهم المتحفظ من العالم الهولندية وها هي توقعات إمام الحرم المكي التي يتحدث فيها عن حدث عظيم لم يسمه وتقترب من توقعات فرانك ولعل ذلك كله يظل مجرد توقعات حتى تهدأ البشرية التي لن تحتمل أخطارا جديدة تضعها في اختبار مصيري ترجمة نانسي قنقر